بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الطلبة نستكمل وإياكم في سلسلة دروس كتاب الرياضيات للصف الثامن الأساسي ودرسنا لهذا اليوم مقاييس التشتت عزيزي الطالب يتوقع منك بعد الانتهاء من الدرس أن تكون قادراً على التعرف إلى مقاييس التشتت إيجاد المدى لمجموعة من البيانات إيجاد التباين والإنحراف المعياري لمجموعة من البيانات توظيف مقاييس التشتت في حل مشكلات حياتية قبل البدء بدرسنا أحبائي لابد أن نستذكر وإياكم قانون الوسط الحسابي والذي يساوي مجموع القيم على عددها وبالرموز الوسط الحسابي يساوي مجموع سين على نون لنأخذ هذا المثال أحبائي جد الوسط الحسابي للقيم الآتية 4 6 8 2 7 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 6 7 7 7 3 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 10 35 كيلوغرام في اليوم الخامس أما الصياد الثاني صفر كيلوغرام في اليوم الأول 10 40 30 20 كيلوغرام في اليوم الخامس أكمل أحباء الطلبة الوسط الحسابي لكميات صيد الأول تساوي مجموع القيم على عددها نجمع القيم 15 زائد 15 زائد 25 زائد 10 زائد 35 مقسومة على 5 15 زائد 15 30 زائد 25 55 زائد 10 65 زائد 35 30 100 و 100 تقسيم 5 أحبائي يساوي 20 كيلوغرام أحسنتم الوسط الحسابي لكميات الصيد الثاني تساوي 0 زائد 10 زائد 40 زائد 30 زائد 20 على 5 وبجمع القيم أحبائي يكون الناتج 100 100 على 5 يساوي 20 كيلوغرام ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ ألاحظ أنه على الرغم من تساوي الوسط الحسابي لكميات الصيد لكل الصيادين إلا أن كميات الصيد الأول أقل تباعداً يقاس تباعد أو تشتت أي مجموعة من البيانات بمقاييس خاصة تسمى مقاييس التشتت ومن هذه المقاييس المدى والتباين والانحراف المعياري والتي سنتعرف أحباً بكميات الصيد لكل الصيد أحبائي عليها في درسنا هذا وسنبدأ بالمدى نشاط 2 يبين الجدول الآتي استهلاك النفط يومياً في بعض الدول والمناطق لأقرب مليون برميل في عام 2016 نلاحظ الجدول أحبائي أمامنا الدولة واستهلاكها اليومي للنفط أكمل أعلى استهلاك للنفط نلاحظ من الجدول أن أعلى استهلاك للنفط أحبائي 24 مليون برميل يومياً أدنى استهلاك للنفط من الجدول أحسنتم يساوي 3 مليون برميل يومياً الفرق أحبائي بين أعلى استهلاك وأدنى استهلاك يساوي 24 ناقص 3 ويساوي 21 مليون أتعلم مدى البيانات يساوي أكبر قيمة في البيانات ناقص أصغر قيمة في البيانات نشاط ثلاثة أكمل إيجاد المدى لكل من المجموعات الآتية واحد إذا كانت مجموعة القيم عشرون سبعة ثلاثة خمسة تسعة جد المدى لإيجاد المدى أحبائي لابد أن نعين أكبر قيمة من هذه القيم أكبر قيمة هي العشرون إذن عشرون ناقص أما أقل قيمة أحسنتم ثلاثة عشرون ناقص ثلاثة يساوي سبعة عشر إذن المدى يساوي سبعة عشر اثنين إذا كانت مجموعة القيم سالب واحد واحد اثنان ثمانية خمسة أعلى قيمة هي الثمانية أحسنتم وأدنى قيمة السالب واحد ثمانية ناقص سالب واحد وكما تعلمنا في طرح الأعداد الصحيحة الناتج تسعة ثلاث إذا كانت مجموعة القيم خمسة 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 نقول أن المدى أحبائي يساوي خمسة ناقص خمسة ويساوي صفر يعتمد المدى أحبائي على بعض القيم ويهبل في الغالب كثيرا منها كما لاحظنا ويكثر استخدامه عند الإعلان عن حالات الطقس مثل درجات الحرارة والرطوبة ولكن في كثير من الأحيان لا يصف المدى مقدار تشتت البيانات بدرجة مناسبة نشاط أربعة أتأمل القيم الآتية وأجد المدى لكل منها إذا كانت مجموعة القيم اثنان ستة تسعة ثلاثة عشر ثمانية عشر عشرون فإن المدى يساوي عشرون أعلى قيمة ناقص اثنان أقل قيمة ويساوي ثمانية عشر إذا كانت مجموعة القيم اثنان ثلاثة ثلاثة تسعة عشر 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 فإن المدى أحبائي أعلى قيمة عشرون ناقص أقل قيمة اثنان ويساوي ثمانية عشر ماذا تلاحظون أحبائي؟ نلاحظ يا أحبائي أن قيمة المدى متساوية للمجموعتين إلا أنه من الواضح أن تشتت قيم المجموعة الثانية أكبر وبالتالي لابد من مقاييس أخرى أكثر دقة ومن هذه المقاييس التباين والانحراف المعياري فما هو التباين؟ تعريف يعرف التباين بأنه مجموع مربعات حرافات القيم عن وسطها الحسابي مقسوما على عدد القيم ويرمز له بالرمز الرمز التالي أحبائي للتباين ونقرأه سيجما تربيع ومنها التباين يساوي سيجما تربيع يساوي مجموع سين ناقص سين فتحة الوسط الحسابي الكل تربيع على نون ويمكن حسابه من الصيغة التالية سيجما تربيع التباين يساوي مجموع سين تربيع ناقص نون ضرب سين فتحة الوسط الحسابي الكل تربيع على نون ويعرف أحبائي الانحراف المعياري الرمز سيجما بأنه الجذر التربيعي للتباين نشاط خمسة أجد التباين والانحراف المعياري للقيم الآتية صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة أرمز للقيم بالرمز سين وأكون جدولا مناسبا كما نلاحظ أحبائي القيمة سين صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة ومجموع هذه القيم وصفر زائد واحد واحد زائد اثنان ثلاثة زائد ثلاثة ستة زائد أربعة يساوي عشر سين تربيع هنا مربع القيمة سين صفر واحد تربيع واحد اثنان تربيع أربعة ثلاثة تربيع تسعة وأربعة تربيع ستة عشر ومجموع سين تربيع أحبائي واحد زائد أربعة خمسة زائد تسعة أربعة عشر زائد ستة عشر ثلاثون لإيجاد التباين أحبائي أولاً لابد من إيجاد الوسط الحسابي الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم مجموع سين على عددها نون ويساوي مجموع القيم كما جمعناها أحبائي عشرة عددها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عشرة على خمسة ويساوي اثنان أما عدد القيم أحبائي فكما قمنا بعدها نون تساوي خمسة لإيجاد التباين أضع قانون التباين سيجما تربيع يساوي مجموع سين تربيع ناقص نون ضرب الوسط الحسابي تربيع على نون وبالتعويض مجموع سين تربيع ثلاثون يساوي ثلاثون ناقص نون خمسة ضرب الوسط الحسابي اثنان تربيع مقسوما على عدد القيم وتساوي خمسة ومن هنا أحبائي اثنان تربيع أربعة أحسنتم خمسة ضرب أربعة عشرون إذن ثلاثون ناقص عشرون على خمسة ثلاثون ناقص عشرون عشرة على خمسة ويساوي اثنان وهو التباين ومنها أحبائي الانحراف المعياري يساوي الجذر التربعي أحسنتم لمن؟ للتباين ويساوي الجذر التربعي للعدد اثنان نشاط ستة سجلت عدد سنوات الخبرة لدى طاقم روضة أطفال فكانت على النحو الآتي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سنوات خبرة أجد المدى والانحراف المعياري لعدد سنوات الخبرة هذه أولا أحبائي أرمز للقيمة بالرمز سين وأكون جدولا مناسبا ثم أكمن الجدول حسب ما أحتاج أحبائي في قانون إيجاد التباين سين القيم واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ومجموعهما قم بجمع ما أحبائي واحد زال زال ثلاثة زايد ثلاثة ستة زايد أربعة عشر زايد خمسة خمسة عشر زايد ستة واحد وعشرون زايد سبعة ثمانية وعشرون مجموع القيم مربعات القيم واحد تربيع واحد اثنان تربيع اربعة ثلاثة تربيع تسعة اربعة تربيع ستة عشر خمسة تربيع خمسة وعشرون وستة تربيع احسنتم ستة وثلاثون وسبعة تربيع تسعة واربعون اما مجموع مربعات القيم فيساوي احبائي كما نلاحظ مائة واربعون اولا اجد المدى المدى كما تعلمنا أكبر قيمة ناقص أقل قيمة أكبر قيمة في القيم هي سبعة أحسنتم ناقص أقل قيمة واحد سبعة ناقص واحد ويساوي ستة سنوات خبرة نكمل أحبائي لإيجاد التباين والإنحراف المعياري الجدوى الأمامنا نكتب قانون أولا التباين سيجما تربيع يساوي مجموع سين تربيع ناقص نون مضروبا في سين فتحة كل تربيع الوسط الحسابي على نون لي أولا مجموع سين تربيع معطى معنا نون عدد القيم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة معطى لابد أن نجد أحبائي الوسط الحسابي من هنا الوسط الحسابي يساوي مجموع القيم على عددها ويساوي مجموع القيم ثمانية وعشرون على عدد القيم سبعة ويساوي أربعة إذن الوسط الحسابي يساوي أربعة نقوم بتعويض أحبائي فينتج مائة واربعون ناقص سبعة ضرب أربعة الوسط الحسابي تربيع على سبعة أربعة تربيع ستة عشر يكون الناتج أحبائي مائة وأربعون ناقص مائة واثنى عشر على سبعة وبطرح البسط أحبائي ثمانية وعشرون على سبعة ويساوي أربع سنوات خبرة إذن التباين يساوي أربعة فما الانحراف المعياري؟ الجذر التربيعي للتباين أحسنتم ويساوي إثنان الجذر التربيعي للأربعة ألاحظ أحبائي أن التباين والانحراف المعياري يأخذان في الاعتبار جميع القيم ويعطيان وصفا أدق لتشتت البيانات ولذا فهي من أكثر مقاييس التشتت استخداما وهنا أحبائي سنقوم بتلخيص متى علمناه في هذا الدرس مقاييس التشتت وهي المدى والتباين والانحراف المعياري المدى أكبر قيمة ناقص أقل قيمة في البيانات أما التباين فيساوي مجموع سن تربيع ناقص نون مضروبا فيه الوسط الحسابي تربيع على نون أما الانحراف المعياري فهو الجذر التربيعي للتباين بعد الانتهاء من الدرس أحبائي ستكونون قادرين على أداء المهمة التعليمية الآتية تبلغ أعمار عدد من الموظفين في دائرة حكومية 28-34-46-50-32 أجد المدى والتباين والانحراف المعياري لأعمار هؤلاء الموظفين وإلى هنا أحبائي ينتهي لقاؤنا بكم هذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم في لقاء آخر تمنياتي لكم بالتوفيق أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة